بين الحياة والموت تفاصيل كثيرة يتوه معها الشعور بكل شيء أنا الأم والزوجة والابنة ومراسلة قناة القاهرة الإخبارية ومع كل لقب مسؤولية تجعل من الاستمرار أمراً لا يحتمل الجدل قصف في كل مكان ونازحين كنت وأحبتي بينهم أعيش معاناة النزوح من مكان لمكان بحثاً عن الأمان تدفعني الرغبة في البقاء وأنشغل لساعات طويلة في نقل الحدث بالصوت والصورة بينما أتجاهل مشاعر الخوف والضعف إلا فيما يتعلق بأحبتي تضيق بي الدنيا عند سماع استهداف جديد فيتوقف الزمن إلى أن يحالفني الحظ بعد محاولات كثيرة للإطمئنان عليهم في ظل تعطل شبكات الاتصال فأعود إلى الحياة مرة أخرى بعد إخلاء مكتب قناة القاهرة الإخبارية في غزة جراء الاستهداف وجدت نفسي وزملائي في المهنة نستقر في مشافي القطاع الشفاء أولاً ثم إلى مستشفى ناصر الطبي نقضي هنا ساعات طوال بلا ماء للشرب ولا طعام إلا القليل تحت الشمس وعلى الأرصفة نتشارك مع النازحين الأماكن القليلة ونشهد على آلام المكلومين والمصابين وجثامين الشهداء وأرواحهم التي تحوم حولنا وتحملنا أمانات بأن لا تيأسوا وكونوا صوتنا للعالم أجمع شوارع خالية وأصوات الطائرات التي تتربص بنا في ذهابي وإيابي لحظات قاتلة إلى أن أصل منزلاً لجأت إليه وعائلتي مع نازحين كثر ألتقي طفلتاي اللتان تقضيان معظم وقتهما في محاولة الاطمئنان علي متجاهلتان شعورهما الفطرية تجاه ما يحدث في انتظار حضن يجمعنا من جديد بعيدة أنا عن كل شيء مرتبط بالحياة الطبيعية وأفضل أن لا أشغل تفكيري بما حدث وما قد يحدث أعيش تفاصيل اللجوء بإمعان لا مكان للارتباك ولا وقت للخوف ولا يحركني سوى دافع البقاء البقاء على قيد الحياة والبقاء لإيصال رسالة الإعلامية فيما تمدن عائلة قناة القاهرة الإخبارية بالقوة للاستمرار في العطاء من غزة مناعوكال هنا القاهرة عاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر